على مسرح مجهز في قلب متنزه وطني في تايلند معروف بثيالته البرية يلعب حوالي 30 شابا مكفوفا الموسيقى سويا متحدين الأحكام النمطية السلبية لمجتمع بوذي يرى في الإعاقة عقابا إلهيا وتمثل فرقة تاي بلايند أوركسترا الفريدة من نوعها في البلاد والمؤلفة من موسيقيين تراوح أعمارهم بين 8 و 15 عاما منصة نادرة للتعبير بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع الوضع كان صعبا حقا في البداية بالنسبة لي كنت أريد التوقف لكن عندما علمت أن آخرين باستطاعتهم فعل ذلك قمت بتجربة جديدة وتمكن أطفال أوركسترا المكفوفين في تايلند من الحصول على ألاتهم الموسيقية بفضل تبرعات فردية كما أمكن جمع هؤلاء الأطفال بفضل الموسيقي الكلاسيكي المحترف ألونكا شوكايو الذي باتت مهنته حاليا لاهتمام بالفيلة في متنزه خاويي الوطني الأساتذة كانوا دائما معهم لإرشادهم إلى المكان الذي يمكنهم وضع أصابعهم عليه لمسك الآلة وهذه كانت المرحلة الأصعب وبحسب المعتقدات الشعبية التايلندية فإن المعوقين يدفعون ثمن أفعال سيء ارتكبها في حياة سابقة إذ أن الكرم السيء لديهم هو المسؤول عن إعاقتهم في الحياة الجديدة التي يعيشونها إثر التقمص الإيمان بالكرمة ما يدفع بالمعوقين إلى الاعتقاد بضرورة تقبل مصيرهم والاستسلام وحتى الأهالي لا يبذلون أي جهد لمساعدة أبنائهم المعوقين على مواجهة الصعوبات وفي كانون الثاني يناير أمرت محكمة في مدينة بنكوك باستحداث مصاعد خاصة بحلول عام في كل المحطات فمن أصل المحطات الثلاث والعشرين فقط أربع منها مجهزة بمصاعد وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للمعوقين يناضل سبورتنوم في سبيل حلها منذ ثماني سنوات ترجمة نانسي قنقر